رفضت إسرائيل الاتهامات التي وجهتها إليها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي حملة إبادة جماعية في قطاع غزة تهدف للقضاء على الفلسطينيين وزعمت إسرائيل أمام المحكمة أن حربها دفاعا عن نفسها وأنها تقاتل الفصائل الفلسطينية وليس سكان داعية المحكمة إلى رفض الدعوة كانت جنوب أفريقيا أبرزت في دعوتها جرائم المحتل الإسرائيلي الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني مشيرة إلى أنه يهدف إلى القضاء على السكان في قطاع غزة